الأمن الغذائي قضية أخرى تقلق اللبنانيين فتوفير الغذاء بات معضلة بالنسبة إلى البعض جراء الأزمة المعيشية والاقتصادية القاسية فيما يعاني القطاع الغذائي أيضا جراء شح المحروقات اللازمة لديموما تعمله بيطاعية ما معنا حق ربطة خبز بيطاعية ما منقدر ندبر أكل يعني كم بحكي عم بيطلع الحكي من جسم كله هيك على التعصيب شو بتحز بقلبي أنا وقال بيحترق قلبي بس واحد بس يموت بيرتاح بس بهم هدول أمين بكتركيهم حسرة بول على أولاده هي حسرة كل لبناني يصارع كل يوم لتأمين قوته اليومي الأمن الغذائي هم جديد يضاف إلى هموم اللبنانيين فأزمة المشتقات النفطية وتفاقم انهيار الليرة ساهما في ضرب الأمن الغذائي وتعريد سلامة الغذاء للخطر بسبب شح المحروقات وصعوبة التبريد والتخزين إضافة إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية هي صارت مسألة حياة أو موت طبعا نحن ما عم نحكي هنا عن موت المواطن عم نحكي عن موت قطاع وموت قطاع بتأتي عليه موت وطن يعني هي الكارثة كبيرة يعني إذا مثلا نتوقفوا الحاملات بمرفق بيروت نتيجة أن أطاع الكهرباء إذا الكاميونات اللي بنقل البضاعة من مرفق بيروت ما بقى موجودين لينقلوا لنا بضاعتنا مش بس أنه نحن ما قادرين نسلم ما حنقدر نستلم هذا موضوع كتير خطير وهذا يعني هون فعلا الوطن كله صار مهدد بالوقوف من وراء هالأزمة خطوة رفع الدعم عن المحروقات في حال تمت ستؤثر حتما على أسعار النقل والخبز والكهرباء والخدمات الحيوية الأخرى ولن يتمكن المواطن من أن يكفي حاجياته ويكون لبنان قد دخل فعليا في حلقة المجاعة وأمام أعصير أزمات الغذاء والدواء والمحروقات والفقر تزداد معالم التفلت والفوضى الأمنية المقلقة مع أحراق محطات محروقات وظهور عصابات مسلحة في الشوارع في ظاهرة خطيرة تنظر بالأسوأ كل ذلك واستدوران العقد السياسية في حلقة مفرغة واستمرار تناتش الحصص في الملف الحكومي من بيروت جوانا نصر الدين رؤية